بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدى دايماً وإحنا ماشيين في حلقات يوم الثلاث بيبقى عندنا حاجة مهمة قوي قوي ماشيين ومعانا كلام حضرة النبي حلقات الجليس وإحنا دايماً بنحدد هو إحنا ماشيين في حياتنا مع جليس حسن ولا جليس سوق إن بعض الجليساء ممكن في الحقيقة يدمروا حياتنا والجليس قلنا مش لازم يكون أشخاص ممكن الجليس يكون علاقات قلنا عارضة بقى بنتكلم عن جليس أنا آسف يعني مؤز شوي ولزيك هو جليس سوق في حد ممكن يتجوز وهو يريد إنه هو يكون إنساناً راعياً فيرى نعمة ربنا سبحانه وتعالى في رعايته في أهل بيته فيراعي ربنا في العلاقات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيمده فيها بيسنده ومدده وجعل بينكم مودة ورحمة فيشوف المودة والرحمة ويسند من عند ربنا وميزان الرسول اللي صلى الله عليه وسلم بيبقى مهم جداً جداً في كل حاجة مش بس في الكلام وإن كان حضرت النبي قال لنا بس في الكلام فليقول خيراً أو ليصل خيراً يعني الكلام الحسن والصمت يعني عدم إن أنت ما تقولش كلام يكون لي أثر نفسي سيء على فكرة ده مش خاص بالكلام بس ده ممكن كمان يكون في العلاقات يعني فلتكن علاقة فيها خير أو لتمتنع لأن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيراً أو ليصمت اللي بيحصل بقى اللي هو الأثر النفسي اللي بيحصل من الكلام هو دوت اللي حضرت النبي علشان وقال لنا نصمت فقول الخير بيزيد إحساس الناس بالمدد والكرم والفضل والعطاء والإنسان إذا صمت فالله سبحانه وتعالى يلهمه ولذلك رسول الله سلم يقول إذا رأيتم الرجل يطيل الصمت فإنه يلقن الحكم فقوله صلى الله عليه وسلم فليقل خيراً أو ليصمت ولذلك ورد لا خير في صحبة في صحبة من لا يرى لك مثل ما ترى له يبقى أنت ما تستهلكش نفسك اللي ما يكونش بيحب دك اللي بيحبه نفسه احتبال كبير إن علاقتك تكون مستهلكة مستهلكة ليك ولذلك مسألة الرؤية مش الرؤية البصرية لكن أن أنت تشوف تتيقل أنه هو دو مش محل الاهتمام خلينا نوقف شوية تين تلاتة عند مسألة مهمة جداً أن أكتر شيء يحافظ على العلاقات ونفي التمييز عن العلاقة يعني إيه؟ يعني يا أخي ما يبقاش في العلاقة حد سيد وحد عبد مش لازم يبقى سيد وعبد يعني إن فيه تمييز في العلاقة اللي بيحصل ما بين الرجالة والستات في الجواز ممكن يكون فيه تمييز الراجل في بعضهم بيعتبر إن الذكورة نفسها نوع من أنواع التمييز فالعلاقة اللي فيها تمييز يشعر الشخص اللي بيتعامل معاه على إنه مرفوض نفس فكرة رفض العبد وإزايك أي علاقة بيبقى فيها نوع من أنواع التمييز بتبقى علاقة في الغالب مستهلكة لأن الشخص اللي فيها بص بقى بيحس بإيه؟ الشخص اللي هو مميز ما يشبعش والشخص اللي حاسس إنه هو مش مميز يفضل طول الوقت يبزل 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 ليه يا سيدي بتبزل كل ده؟ عشان أبقى مساوي للشخص اللي هو المتميز علي ده ولا ده بيشبع ولا تب يوصل لده علاقة مستهلكة أقول لكم حدا ما اسمعش علاقة مستهلكة اسمها علاقة مسمومة ونذلك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن السواسية وعدم التمييز في العلاقة علامة الإيمان ولذلك قال حضرت النبي إيه؟ لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وولدي ونفسي والناس أجمعين ويجد حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي لابا لازم يحب للآخرين ما يحبه لنفسه ويشوف حضرت النبي صلى الله عليه وسلم في جميل إحساسه وعيشوا بهذا الجمال يجي لبعض الصحابة كده زي ما يقول لي سيدنا المعاز إني لا أحبك يا الله ويقول عنينا صلى الله عليه وسلم اشتقتوا لأحبابي أو اشتقتوا لإخواني روايتين إيه الجمال دا كله دا وكايني حضرت النبي عايز يقول لنا إن ما فيش تمايز في العلاقة يا رسول الله دا احنا بندوب لما نسمع اسمك لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يفهمنا إن ما فيش تمايز في العلاقة وعشان كده يقول مثلا في العلاقة الزوجية ويقول في العلاقة في الحياة كلها النساء شقائق والرجال فعشان كده التمايز لن يأتي بخير لأن التمايز في العلاقة على طول هو القاعدة التي يبنى بها الاستهلاك في العلاقة وعشان كده العلاقات المسمومة ما فيهاش اتزان وخلي بال حضراتكم بنقول مسمومة لإن العلاقات أخطر مجال في حياة الإنسان على فكرة السم ممكن نلحقه بدواء لما يحد يحصل له تسمم ممكن نعمله غسيل معدى لكن ما بنقدرش نعمل غسيل قلب أنا أعرف ناس كتير حياتهم اندمرت بسبب علاقة مسموم فالعلاقات أخطر بكتير وأثرها أخطر بكتير جدا 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 من أي شيء حستان وعشان كده دايما بقول للناس إن العلاقات الضامن فيها والله فالعلاقات مضمونة من الله وحضر النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن يحب المرء لا يحبه إلا لله فمين نتضامن للعلاقة الله بس مش معنى أن ربنا هو الضامن للعلاقة أن الناس تعربت في العلاقات أو أن الناس تسمم قلوب بعض دا بالعكس إذا كان الله هو الضامن للعلاقات ما تتعداش على الله وتسمم علاقة ربنا جعلها مليانة نظر ورحمة ورأفة عشان كده ربنا يقول في الحديث القدسي أين المتحابون في جلالي؟ يا الله في جلالي يبقى الحب في جلال الله عشان كده من أكتر الحاجات السيئة هي أن يكون بينك وبين الناس علاقة ثم لا ترى قوله تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم يعني في الأخي خالص ولكن الله إيه؟ الله ألف والله سبحانه وتعالى هو الذي ألف وإذا أنت فصلت العلاقات كده على قدك وأخرجت منها الله سبحانه وتعالى أصبحت العلاقات محكومة عليها أنها هي بتخرج من مدد الله عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر فإن خانه خركت من بينهما إيه ده؟ يعني اللي بيمسك العلاقة واللي بيحميها وبيخليها مباركة ومنورة هو مولانا سبحانه وتعالى وعشان نتخلص من العلاقات المسمومة لابد أننا نشوف العلاقات الصحيحة أن العلاقة لا تبنى على المسواة في العطاء ولكن العلاقات بتبنى على الفضل عشان كده الله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم والنبي صلى الله عليه وسلم قال زي ما ذكرنا الحديث من قبل لا خير في صحبتين من لا يرى لك مثل ما ترى له يعني الصحبة دي مش هتقعد بخير هتستهلكك لأن المصاحب على الخير بيحب الخير لصحبه وعشان كده لو ما كانش بيشوف ليك الحق في الخير زي ما هو ليه الحق المصاحبة دي مش هتعود عليك بخير لن تعود عليك بخير على الطرفين بالمناسبة مش على طرف واحد فالخير هو العطية الطيبة العطية عن طيب نفس وده مش هحصل إلا لو رأى ليك الخير لي لا شوف الخير إنه هو حق ليك زي ما هو حق له وعشان نمنع كمان العلاقات المسمومة لابد من عدم التمييز في العلاقات ودي أسرع الصفات اللي يمكن أن تبني الثقة اللي هو عدم التمييز السواسية وعلاقة بتقول تمييز تصبح عون وسند ومشعب لأنه بيشوف نفسه محمول على مدد الله ويمكن غياب الصفة دي اللي خلنانا نشوف صغيرة بتوجع اسمها التخلي الكبير في العلاقات زي ما يكونوا مخطوبين مثلا ونفاركش في واحد تخلى عن التاني والتخلي ده بيعمل ألم ووجع وهو علامة على العلاقات المسمومة فإيجي واحد يتخلى لا حس ولا خبر مرة واحدة يختفي فالتاني يجنم مرة واحدة طبعا أنا مش بقول أنه تعلق الإنسان بالشخص ده كانت حاجة كويسة بس هو اختفى لا فيه أي نوع من أنواع التقدير هو استهلك البناء دم ده الإنسان نفسه بيحس أنه مستهلك أنا طبعا ما بحبش الناس تكون فيها شاشة بس حتى لو هو هش الإنسان الآخر لابد أنه يراعي مشاعب لازم يكون المسألة إنهاء أي علاقة أي أن كانت يكون بإيه بشكل مرضي بشكل فيه احترام لإنسانية الإنسان وعشان كده من أكتر الحاجات اللي بتسبب فساد العلاقات وتجعلها مؤزية ومسمومة فكرة الرفض سواء كان رفض حقيقي أو متأهم سيدنا أبو بكر كان معروف بالعلاقة الكاملة فكان لقب أبو بكر النس صديق ليه كان معروف بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم رابط الإيمان بهذه القضية لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبه لنفسي وعشان كده من حاجات غريبة برضو اللي بنشوفها في العلاقات المسمومة العلاقات الترانزيت يعني إيه العلاقات الترانزيت هذه العلاقات اللي بيعملوها الناس عشان ياخدوا بعض الحاجات من بعض وبعدين يسيبوا بعض من غير ما يلتفتوا إلى أن أثر هذه العلاقات تعمل إيه علاقات الترانزيت دي زي العلاقات اللي بتتعمل على وسائل التواصل الاجتماعي وساعات بالتعامل في أرض الواقع يعملوها بعض الناس كمكملات للجواز زوجته مش فضياله فيروح يتكلم مع واحدة تانية ولا زوجة مش فضيلها فيتروح تتكلم مع حد تاني دي علاقات مسمومة والعلاقات دي بتعمل إيه بتدمر إنسان قل هننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ظل سعيون في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع ده سم عارف في العلاقات دي بيحصل إيه بيحصل الإنسان بيفقد إحساسه بأن الله يراه فيتسمم قلبه بمرض إنه لا يجعل الله ينظر إليه بيقول لكم حاجة ساعاته هو بيمارس العلاقة الترانزيت دي بيتعمد إنه هو كل ما ضميره يوجعه يبعد ضميره عن الطريق اللي بتاع العلاقة دي عشان تفضل علاقته علاقة إيه يقدر يستمر فيها ونفسه الأمر بالسوء تساعده علاقة مسمومة بتسممك إنت أولا قبل ما تسمم الآخر وعشان كده علامة العلاقة المسمومة إنها تخرجك من إنك محل نظر الله وتعملك إيه بعد ما تخلص بقى تخليك تخزل الناس والعزو بالله وتسيب الناس وتخزلهم فهي علاقات مؤزية للطرفين ليك ولغيرك وزيك العلاقات المسمومة دي يا سادة في ناس كتيرة بتعتبر إن أنا والله أنا مستعدة أتحمل السم ده بس الطرف الآخر ما أنت سممته سممته وأنت مش عارف أقول لكم من علاقات المسمومة إن فيها واحد نظر إلى نفسه وما نظرش للطرف الآخر إن واحد يقرر إن هو يطلع حد من غير سبب فيسيبه ودمغه تشت أنا أحسنت إليك تطلقني إليه من غير سبب أنا أحسنت إليك تطلقيني إليه من غير سبب لأن هي افتكرت آه نسيت أقول لكم إن السم ده ممكن يبقى سمي ذاتي افتكرت إن هي هتكون أحسن لما تتطلق هتكون أكثر انطلاقاً وممكن تشوف حياته مع حد تاني طب والزوج ده أساكي أبداً فأنت طلبت الطلاق ولذلك ما العون الإنسان اللي يعمل كده لأنه هو في الحقيقة بيأزي الإنسان الآخر لما واحد يطلب الطلاق لما واحد يطلب الطلاق من غير أي سبب أو واحد يطلق من غير أي سبب ده مؤذي ده شخص مؤذي إنه بيخلي الإنسان يفقد الثقة في الحياة أنا أعرف ناس كتيرة السم درب حاجات كتيرة في حياته درب علاقتهم بربنا درب علاقتهم بالتدين هقول لكم حاجة وده مش مبرر ولا دي حاجة خفية يعني من بعض السموم اللي أنا شفتها إن بعض الناس ده محد يكون متدين ودي زاهرة في مرة نتكلم عنها إيه اللي حاصل فلما يسيبها أو بسهر سبب طبعاً ما مبررش الكلام ده تودا تنقع من أنواع الهشاشة يروح مترقق تروح عاملة أي معصية يطلقها فتشرب يطلقها فتخلع الحجاب يطلقها فتعملوا ارحموا بعض علاقته أكتر حاجة أنا لما بسمع حديث رسول الله سلم الراحمون يرحموا من الرحمن وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أكتر حاجة بحس إنها تباني إن احنا بنرحم بعض فيها أرجوكم ما تسمموش العلاقات اللي بينكم واحد يقول لي وإحنا اللي بنسمم علاقاتنا أيوة إحنا اللي بنسمم علاقاتنا أول سم بنسمم بيه العلاقة هو السم الإيجو الزات الأنا وزيك حضرت النبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه اللي نفسي الإيجو السم التاني سم الشهوة واحد يروح يسمم علاقته بزوجته أو تسمم علاقتها بزوجها عشان شهوتها أو عشان شهوته فيروح يعمل شهوة وبعد ما العلاقة تسمم يجي عيط عاوز بالله من الشيطان الرجيم بعد إيه بس على فكرة أنت مسممتش أنت مسممتيش علاقتك بزوجك بس أنت مسممتش علاقتك بزوجتك بس أنتوا سممتوا كمان أولادكم استفدتوا إيه ولا حاجة وقد يكون السم في الحقيقة سم كمان خارجي لما نسمع كلام الأهل والأصدقاء وهم بيسمموا علاقة وتبقى مصيبة بقى لو التلات أنواع من السموم اجتمعت على فكرة في سموم بيبقى موجودة في الإنسان وما بيبقاش عارفها زي يسمم أن واحد بيحب اللزة حب المتعة واحدة ما تعرفش غل نفسها فدوة محتاج تسكية محتاج تربية وعشان كده تعالوا نشوف الإجراءات اللي احنا مفروض نعملها عشان نتخلص من سموم العلاقات أول حاجة لو سمحتو احنا مخلوقين ليه؟ عشان عبادة والعمران والتسكية بدون ما كل حياتنا يدخل فيهم التلاتة بدون ما أنا في علاقاتي أبقى عابد لله وبدون ما في علاقاتي أكون معمر وبدون ما في علاقاتي أكون بسعى إلى تسكية نفسي أنا بضايع حياتي وعشان كده لازم في العلاقات نعتبر العلاقات جزء من التسكية لازم نعتبر العلاقات جزء من الايه؟ من التسكية ايه بقى جزء من التسكية؟ يعني كل علاقة لازم تخليني أتخلى عن القبيح وأتحلى بالمليح نفرز علاقاتنا بقى ولزلك أول إجراءت لو سمحت افرزوا علاقاتكم وشوفوا ايه العلاقة المسمومة وتخلوا عنها افرزوا علاقاتكم وشوفوا مقدار السم في العلاقات وارجعوا خلصوها من مقدار السم ده لأن فيها علاقات ممكن تتعالج عشان ما تتحولش إلى علاقات مسمومة تالت حاجة بقى يبقى قلنا إن احنا نفرز العلاقات قلنا كمان إن احنا في العلاقات نخلي بالنا ونخلي العلاقات جزء من التسكية الإجراءات التالت نعمل إيه؟ فيه إجراء معلوم وقالية حلوة قوي قوي اسمها قلية وضع المرآة إن أنا حط قدامي مراية في علاقاتي مع الناس يعني هل ترضى وإنت بتعامل الناس دي إن أنت تعملهم إنهم يعملوك بنفس الطريقة يعني هل ترضى ده لنفسك ولا لأ هو ده حكاية وضع المرآة إن أنا شوف نفسي راضي لنفسي ده لأ بتحبوا نفسك ولا ما بتحبوش لو بتكرهوا نفسك ما تعملوش الحاجة التالتة والمهمة جدا فيه مسألة التخلص من العلاقات المسمومة إن أحنا لازم نراجع مسألة الحرام والحلال في العلاقات إحنا الحرام والحرام في العلاقات بقى عندنا فيه سيولة في العلاقات لازم نراجع هل اللي احنا بنعمله في العلاقات ده حلال ولا حرام تعليق الناس ده حلال ولا حرام حرام أكيد لو حد تالت حاجة رابع إجراء لازم نعمله لو حد بيصطاد يبطل يصطاد إن في لحظة من اللحظات حياته عتبقى مليانا سم سم إيه مش هيبقى يزق في امرأة ومحدش عارف هل السنرة دي ممكن تتردله في بيته ولا لا لو واحدة بتصطاد بلاش بلاش علاقات مسمومة يبقى الإجراء اللي احنا فيه ايه توبوا عن تسميم علاقات بعضكما وخلوا بالكم من التسميم إن انت ما تحترمش علاقة وإن انت تهملها وإن انت ما تهتمش بيها إلحقوا علاقاتكم قبل ما تتسمم ورجعوا فيها الحلال والحرام وكمان اهتموا بعلاقات الناس الوريبين منكم وعيشوا معاهم عيشة صحيحة وما تعيشوش أبدا في الحرام ولا تعيشوا في الظلام خلوا علاقاتكم كلها في النور وما تخلوش علاقات وخاصة لو كانت بين الجنسين ما تخلوش علاقاتكم في الظلام في الظلام يا رب يهمنا يا رب إن احنا نكون من أصعاب العلاقات الحسنة يعني علاقات الطهرة علاقات المنورة علاقات التي تفتح القلوب على حضرة المحبوب سبحانه وتعالى وما تجعل الناس يا رب ما تكتبهاش على حد فينا يا رب إن هو يكون في علاقة مسمومة خلي كل علاقاتنا يا رب مع أحباب يخافوا ربنا يخافوك يا رب عشان حياتنا تكون مستقرة وحسنة يا سادة صفحاتنا صفحة بن نامج ولا تعسره نجسروا النور اللي احنا دايما بالسعداء إنه هو ربنا سبحانه وتعالى كتبوا لينا معاكم وعشان كده تعالوا نشوف أسئلتكم اللي وصلتنا على صفحة برنامج ولا تعسره اللي بنخصص لها وقت عشان نجاوب عليها عشان تفضل تضيفي إلى حياتنا وتضيفي إلى برنامجنا البركة والنور أول سؤال وصلنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا كنت متزوج وانفصلته معايا منها بنت يعني معايا من طريقته بنت ولما انفصلنا جيت أخد البنت قالتلي دي مش بنتك وقالتلي أكتر من شخص نفس الكلام وزرعت الشك عندي وانتهى الموضوع أني أخدت البنت بس مش حاسس تجاه البنت بأي مشاعر مشاعر أبوها بس هذا الكلام بسبب هذا الكلام أعمل إيه أول حاجة حسبنا الله أن أعمل وكيل في اللي بيعمل ويفسد حياة الناس هي تصورت أن هي ممكن تنتقم منك كده تنتقم منك إزاي أن تخلي حياتك تتدمر لأن واضح أن أنت أنت قلت أن أنفصلت منها عنها ولما حبيت تاخد البنت يبدو أن أنت أخدت البنت كمان بطريقة قاسية الطريقة القاسية دي هي اللي خليتها تنتقم منك وقالت تكون أخدت البنت كمان عشان هي راح تتجوزت مثلا فأنت أخدت البنت مثلا أو أخدت جنت لأنها تنزلت بحضنتها لك الخلاصة أن ده أحد أشكال الانتقام أحد أشكال الانتقام الكلام اللي عملته ده حرام عليها وده باطل والشرع اللي لا يلتفت إليه ليه؟ لأن الولد للفراش البنت دي بنتك بدلت ولدت في زواج صعيح يبقى هي البنت دي بنتك لأنها مولودة في زواج صعيح طب والستة عملت كده ليه؟ بيتنتقم منك تريد أنها تفسد لك حياتك تدمر لك حياتك بس للأسف هي ما دمرت لكش حياتك أنت هي دمرت حياة البنت كمان بتسألني إزاي أعمل إيه وأعمل كده؟ قل لنفسك هذه بنتي وهذه المرأة تريد أن تفسد علي حياتي وليس هناك من يمنعني من أن أنا أضم بنتي ليه؟ والشرع هو اللي اداني حق أن البنت دي بنتي ليه الشرع يداني الحق أن البنت دي بنتي؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر يبقى إيه اللي حاصل؟ دي بنتك طيب والست دي كدابة كدابة وهي كده ممكن تكون بتاعترفة عن نفسها بأن هي لو كانت متزوجك والبنت دي مش بنتك وبنت حد تاني يبقى هي بتاعترفة عن نفسها بالزنا على طول بس البنت دي بنتك ولا يستطيع أحد أن هو يدعي أن هي مش بنتك يبقى لازم تفهم كده ولازم هي لو قالت لك كده وخلت الكلام ده ينتشر أنت ممكن تعمل معها إجراء قانوني عشان بنتك دي ليعرض مش حقها إن هي تعمل اللي يعيزها في نفسها وربنا حاسبها ويحاسبها الله حاسبها ويحاسبها على ما فعلت من حرام مش قزي الزنا لكن على ما فعلت من حرام من إرادة الانتقام منك في هذه البنت وعشان كده إيه اللي حاصل هذه البنت بنته كأن هي حرة بقى بقى ما عندهاش أي شيء بيه تقول إن البنت دي مش بنتك فدي بنتك ومين اللي قالك إن هي بنتك حضرة النبي الولد وللفراش طب والست والإدعاء الكاذب أو إدعاء كاذب ولذلك الشرع الشريف مش عايسيب أعراض الناس وعلى عايسيب أولاد الناس يتبهدلوا البهدلة دي ولذلك إيه اللي حاصل بما إنه ما بيسيبش الناس تتبهدل البهدلة دي فالولد وللفراش وإلا كان عايسيب الناس اللي قلوبهم سودة بالانتقام ده تبوز حياة الناس وتنتقم منهم وذلك ما تستمعش لده وحاول شيئاً فشيئاً تقرب من بنتك وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى عايز صدرك والبنت دي بنتك محدش يقدر يمنعك من حبها ولا يمنعك من قربها يا رب ربنا يهدي لك الحال وإن شاء الله تكون في خير حال ويجعلك إن شاء الله دايماً في سعادة وتسعد ببنوة بنتك إن شاء الله بعد الفاصل يا سادة نرجع مرة تانية ونقرأ أسئلتكم وكمان نجاوب عليها بمدد ربنا سبحانه وتعالى وببركته ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معانا صفحتنا صفحة بن نامج وقالة تعسروا اللي مليء بالنور والبركة يعني مليء بأسئلتكم المباركة اللي إحنا بنخصص لها النهاردة عشان نتكلم عنها ونجاوب عليها السؤال اللي بعد كده بيقول إيه عهدت الله أقل أدخن يا رب ربنا وفقه يا رب بفرح أنا للناس اللي مدخنين لما بيبطلوا تدخين بتبقى حاجة كده فتح وبركة وسعى في الصدر وصحة وعافية كده عهدت الله ألا أدخن وكان العهد بدون قسم أو يمين ولكن عدت للتدخين فهل يلزمني كفرة الجواب لا لكن يلزمك أني أنت تشد حلك بقى جربت هو قدرت يبقى ده ممكن استعين بمدد الله سبحانه وتعالى استعين بالبركة وكان كتير كنا نشوف مشايخنا يقولوا كمان للناس اللي بيدخنوا كنا زمان لما نشوفهم بيدخنوا وكانوا يقولوا لهم خلي فيه ذكر كده لما تيجي تحس أني أنت ما انتنعت عن التدخين وحاس أنت ترجع للتدخين تاني لأن في الغالب لما كنا بندرس كده ونعمل إحصاء وجدنا أن في الغالب الناس بترجع للتدخين ليه يقول لك جهة للتدخين من أجل الضغوط أنت مش عارف عمله إيه أنا ما بصدق طيب فكان يقوله إيه خلي فيه ذكر كده لما تمتنع عن التدخين وتحس أن أنت عايز ترجع للتدخين خلي فيه ذكر كده يشرح صدرك ويخليك أكتر إقبالها على الله وفي السياق ده لو أنت مش عارف ذكر ممكن تقول يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني ليه تقوله مثلا سبعين مرة لما تكون ممتنع عن التدخين وعايز ترجع تاني أو قوله عشر مرات يا سيدي أو قوله سبع مرات والرقم ليه معنى؟ آه ليه معنى فإن اللي حاصل؟ سبع مرات عشان دوت يخرجك من النزول في النفس الأموارة بالسوق في سبع أراضين وفي وحلتها أو عشر مرات عشان تركي عشرة كاملة أو دي سبعين عشان وكأنها تخليك في أكتر الأرقام اللي ممكن تكون في العشرات تمنعك وتحجبك فقولي يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي وجرب ده إيه اللي حاصل؟ عليك كفارة؟ ما عليكش كفارة لكن عليك إيه؟ عليك أن أنت ترجع تاني وتبطل سجير ويلا على تقوى الله سبحانه وتعالى والاستعانى من مولانا سبحانه وتعالى السؤال بعد كده بيقول يا شيخنا أهلي سبب زعلي على طول مهما أعمل ما بيرضوش ودايما تقليل مما أفعله مش تفضل ولكن واجب ده بيحزني أعمل إيه؟ مسببين مشاكل في بيتي آه يعني بيتكلم على أهله يعني أسرة المنشأ بتاعته إيه اللي حاصل؟ أول حاجة أنا أقول لك ثلاث مفهيم مهمين جدا في الحياة أول مفهوم أرجوكم ما تعملش حاجة عشان حد يرضى ولا حد ما يرضاش اعمل اللي أنت بتعمله ده لله لله ما كان لله ده ما اتصل وما كان الغير ينقطع وانفصل اعمل الكلام ده لله وتدرب على ده أن أنت تعمل حاجة وما تقولش أنت وغير رأيكم فيها ما تتتبعش الحاجة دي اعمل حاجة وبس أعمل حاجة على طريقة ايه؟ حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه يعني اللي بيعمل الحاجة هو حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه لو حد يجي شكرك وقال لك الله يبرك لك ويزيد الخير ونور ويجعل ما بيننا دايما بالمودة ويديم ما بيننا من مودة الحمد لله وكمان حد كفأك فتهاد وتحبه الحمد لله لكن لو ما حدش عمل برضو الحمد لله الحمد لله أني سوابي حاضر عند مولانا وأن ربنا عالم الخير والبركة فالحمد لله على كل حال يبقى اللي حاصل عود نفسك وربك وده مش هيجي بفكرة ده هيجي بالتمرين لازم تتمرن على ده فالتمرين على ده يعمل إيه؟ يخليك قادر تتجاوز مسألة الانتظار أن الناس تمدحك على ما فعلت أو أنها يتبادلك الحب بالحب لأن خلاص أنت عملت الكلام ده لواجه الله ثم الله سبحانه وتعالى سيصرف الأمور بإرادته وعلى مراده سبحانه وتعالى نعم السؤال اللي بعد كده بيقول السلام عليكم ورحمة السلام عليكم يا شيخنا بنتي ما عندهاش حظ في الدنيا ليه يا ولدي؟ لو كان الحظ يعني إرز أم العيه عايشة بإيه؟ ما عندهاش حظ في الدنيا رغم أن هي طيبة وإحنا إينا خالص دايما وحيدة ما عندهاش أصحاب خالص نفسيتها تعبت قوي أعمل إيه؟ أعمل معاها إيه؟ يا شيخنا السؤال ده مهم جدا 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 فيه ناس كتيرة بيميلوا إلى العزلة وبيميلوا إلى الوحدة وقد يكون دوت من قبيل الاكتئاب وقد لا يكون قد يكون نمط شخصية طبع كده فيه كتير من الناس شايفين أن العلاقات مع الناس أو العيش مع الناس كلفته علي عليهم هل ده بيكون متولد من اكتئاب؟ احتمال كبير يكون ده فإحنا لازم نقول نعرف هي مكتائبة ولا لا هي طيبة وإحنا إينا بس إحنا لازم نعرف هي مكتائبة ولا لا طب إذا كانت مكتائبة نعمل إيه؟ لابد لو الاكتئاب ده شديد يبقى إحنا محتاجين دعم نفسي محتاجين حد شوف طبيب طيب لا هي مش مكتائبة هي ده طبعها نعمل إيه؟ هي محتاجة تتمرن على شوية معهرات حياتية يعني تعرف إزاي تتعبر عن مشاعرها تعرف إزاي تتكلم مع الناس تعرف إزاي؟ طب هي مش عايزة ده إذا ومش عايزة ده وما بتشتكيش خلاص خيره ونعمة نسيبه يا رب ده رزقه لا ده مش عايزة ده وهي بتتوجع نفسها يبقى علاقتها مع الناس حلوة ونفسها أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل القلوب تحس بيها ويحنوا عليها ويططبوا عليها وكده آه يبقى هي تروح تتعلم مهارات حياتية بقى ليه؟ لأن التعلم المهارات الحياتية ده هو اللي موجود في حديث رسول الله سلم لما قالتها ماذا؟ تهاد وتحب وكأن المسألة محتاجة أن واحد يتمرن واحد يتضرب واحد إيه اللي حاصل؟ يعمل ده وإيه اللي حاصل؟ ادفع باللتي هي أحسن أهو فيه تمرينه أنا هتمرن أهو أفضل أدفع أدفع باللتي هي أحسن فإذا ده واضح إن فيها تمرين ده فإذا الذي بينك وبينه هو عدوة كأنه وليل الحمد يبقى إيه اللي حصلت؟ يبقى إحنا محتاجين نتمرن على الحيات دي يبقى أهو قدامنا حكتين عشان بس دماء قطحين هي مبسوطة كده ولا مش مبسوطة كده لو هي مبسوطة كده وبتمارس حياتها كده ومش زعلانة ومش موجوعة وحتى لو إنها بص بص يا ستي وحتى لو إنها مش عايزة تتجوز يعني لو هي مبسوطة ومش عايزة تتجوز مفيش مشكلة ايه تح يعني ينفع الستي ينفع عند بنت ما تتجوز اه مش عايزة تتجوز ما لهاش لغبة في الجواز نفسها ما بتطلقش إلي الجواز هي لو تتجوزت ده يبقى أحسن بس ايه مش عايزة تجوز عايزة تفتفرغ للعلم عايزة تعيش حياتها كده بس تكون صادقة في ده بس تكون ايه صادقة في ده لأن لو هي مش صادقة في ده هتبقى مشكلة يبقى احنا محتاجين إن هي تكون صادقة في ده في إذا هي كانت صادقة في ده خلاص ده مش مقابيل اكتئاب ولا مقابيل أي عاجة لكن هي مش محتاجة ده حياتها كده مبسوطة هي عيشتها كده يبقى إذا مش لازم كل واحد فينا يبقى عنده جيش من الأصدقاء خالص ولا لازم حد مننا يبقى عنده حد صادق صدوق مش لازم لو ما فيش خلاص بس ده بس ده إذا كان الإنسان ده ما عندهوش ما بيعانيش إذا كان بيعاني والإجراء اللي عامله ده ما يخلي حياته مش مستقرة ومش سعيدة يبقى هو محتاج دعم نفسي بكل وضوح لابقى إحنا لازم نفهم ده ونفهمه بشكل صحيح ونتعامل مع المسألة دي زي ما أنا قلت كده لحضرتك السؤال بعد كده بيقول أنا حماتي على طول بتزعق معايا ومبهدلاني عشان شغل البيت عال أنا مجبرة على شغل البيت طيب أول حاجة هي أنت عايشة مع حماتك في نفس البيت ولا لا يعني أنت لو عايشة مع حماتك في نفس البيت أنت لازم تساعدوا بعض تساعدوا بعض لأن أنت واجب عليك أن أنت تخدمي حماتك لا لأن أنت عايشة في البيت ده فأنت بتساعديها من قبيل أن احنا مشتركين في هذه المعيشة لا ده احنا مش عايشين بس أنا لما بروح لازم تخليني غصب عني أطلع وانزل وعمل وسوي وتستنى لما يجي عشان تعمل كل الكلام ده لا ده مش واجب عليك ويحرم على الحماء أن هي تفسد قلب جزها لأن مراته ما بتعملش ده ده العزب الله ده بتفسد العلاقة الزوجية ما بين الزوجين وده حرام طيب ما لإيه بقى يبقى حماتها ايه أولاً حماتي ليس من حقها أن هي تزعاء لولد بهدن والكلام للحموات قبل ما يكون الكلام للستات عشان تدفع النفس أنت يا ستي ليس لك سلطة عليها لا تبهدليها ولا تهزئيها ولا تقول يا محاكم اتنين أنت لو ما اعتبرها بنتك هتتعامل معها بطريقة أرقى من كده وإحنا لابن نوافق أن الكبار في السن الأولاد الكبار في السن لا يتهزئه ولا يتبهدله ولا أي حاجة من الكلام السافي من الكلام غير مناسب ده هذا لا يصح لأن الناس لو كبروا ليهم كرامة فما يجوز أبداً أن واحد فينا يعمل إيه يهزئ حد ولا يبهدله لا يجوز كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه عرضه حرام وفيه أمر شرعي وقوله للناس حسن فاللي هي بتعمله ده حرام عليه مش من حقها أن هي تعمل ده ولا يجوز لها شرعاً أن هي تعمل ده يبقى إذن المسألة واضح يبقى إحنا عندنا في المسألة دي أول حاجة لا يجوز للحماء أن هي تهزأ مرات ابنها مش من حقها أنا أصلاً مش شايف أن الأهالي من حقهم يهزأوا ولا يبقى إهدلوا أبنائهم لما بيكبروا بنتحول إلى مستشارين ومننصحهم فما بقاش من حقنا أن إحنا نسيء إليهم لأنهم مكلفين زينا وعباد لله زينا يبقى إحنا ما نعملش ده يبقى واضح المسألة دي المسألة الأولى المسألة التانية اللي موجودة برضو في السؤال ده أن هل الحماية ليها أن هي تكبر على أن هي تعمل في إيه في البيت اللي هم عايشين فيه مع بعض هم عايشين في سكنة واحدة وهي حماتها عايشة معها في نفس البيت ما بتبقاش بقى تكبرها هي بتطلب بتطلب أن تقوم بحقها من أنت ماذا من أن تشاركها في عمل البيت آه ده من حقها آه من حقها بعد أن أنت عايشة في نفس البيت لكن هي مش من حقها أن هي ما تعملش حاجة وتؤمرك أن أنت تعملي كل حاجة مش من حقها أنت بتعملي الكلام ده عشان ده في بيتك في البيت اللي أنت عايشة فيه فضروري أن أنت ده بزري لأنه إيه اللي حاصل أنت شركاء في هذا البيت لكن السؤال هل يجوز لها أن أنت لو رحل على زيارة أنها تكبرك على أنك أنت تعملي في البيت في بيتها أثناء زيارتك أثناء زيارتك ليها لا أه شو يجب عليك هي في بعض الستات لما بيجوا زوجات أبنائها في توقع ده وإيه اللي حاصل وتخلي زوجات أبنائها آه لو عملوا كده ده من الخير ومن البركة ويعملوا كده وياريت يعملوا كده ياريت أن هم لما يروحوا بيت حماتهم يعملوا كده هي بتسعد بدا بس أنت سؤالك هل لها أن تجبرني على ذلك لا ليس لها أن تجبرك على ذلك ليه أولا لأن ما فيش أمر بأنك أنت لابد لما تدخل بيتي تخدمي دي أول حاجة الحياة التانية والمهمة أني ده مش من حسن الخلق لما يجي لي حد أشقيه في بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أبو عثته لأتمم مكارم الأخلاق لأني ده مش من قبيل الكرم وضيف محل أنه يكرم محل أنه إيه يكرم ولذلك أنا أرى ببساطة خالص إن هي مش من حق أهله وليس لها أن تجبرك على ذلك ومش من حقها إن هي كمان تبهدلك وتزهعقلك ولا يجوش شرعا أصلا إن الكبار ولا الصغار كمان البهدلة ده نوع من أنواع سوء الخلق لكن أنا شايف إن الصواب نعمل إيه شايف إن الصواب ببساطة خالص إن إحنا بكل بكل وضوح نكون دايما ببساطة خالص في حسن الخلق هي بنصح زوجة الإبن دي إن هي تحسن تحسن معاملة حماتها بس في نفس الوقت بنصح الحماء إن هي ترحم شوية زوجة ابنها لإن هي كل ما هترحمها كل ما هتحبها يا سادة احنا تكلمنا النهاردة عن حاجة مهمة جدا 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 تكلمنا عن جليس أنا شايف إن هو لازم نتكلم عنه في الوقت ده لإن كتر مجلسة وللناس كتيرة جليس اسمه العلاقات المسمومة علاقات المسمومة دي اللي بيسمم اللي بيسمم حاجة حد بعلاقة مسمومة هو آثم هو ظالم وإحنا قلنا لازم نراجع علاقتنا ونشوف هي قد إيه فيها سموم واللي عنده علاقة مسمومة يحاول يطيب خاطر اللي أزاه لإن ده تجزء من رد المظالم في حاجات كتيرة ما بتصلحش لكن في حاجات كتيرة كمان بتصلح متطيب الخاطر ممكن يرجع إنسان تاني للحياة واستمراء للإنسان إنه يتفرج على اللي كسر خطره ممكن يكون بيزود كل ساعة في حياته نار وانتقام أرجوكم ما تعملوش علاقات مسمومة بلاش علاقات تيرانزيت بلاش علاقات في الحقيقة اللي أسستها هي النفس الأمارة بالسوق خلينا دايما نبتعد عن العلاقات دي نراجع مرة تانية الحلال والحرام في علاقتنا نراجع تاني هل إحنا بنحب لبعض في العلاقات اللي بنحبه نفسنا ولا علاقات فيها عبد وسيد يا سادة حرروا نفسكم أمر متحرروا آخرين من العلاقات المسمومة علاقات المسمومة تفسد قلوب والسم في العلاقة هو أحد أهم أمراض القلوب حاولوا بقدر الإمكان أن تبعدوا أزاكم عن الناس عشر ربنا سبحانه وتعالى خلوا دخلكم في حسنه ويمنع أزا الناس عنكم يا رب يا رب أدخلنا في حماك واجعلنا في رعايتك واجعلنا دايما في رحمتك وفي مودتك واجعلنا يا رب نذوق حلاوة أننا من الرحماء الذين يرحمون من في الأرض واجعلنا يا ربنا دائما جبرا لخواطر الناس ولا تجعلنا سببا في أي وقت ولا في أي حين لأذى أحد واجعلنا من السالمين ومن المسالمين واجعل علاقاتنا دائما رحمة ومودة ولطفا وسكينة على كل أحد واجعل هذه العلاقة شاهدة لنا لا علينا يوم الدين يا أرحم الراحمين اجعلنا دائما في رحمتك يا رب العالمين